عجبني قوي أننا قبل الفقر نتكلم أننا سنتكلم عن الحالات من وجهة نظر أستاذة رشا المحامية وأستاذة رشا الأم فخلينا الأول نتكلم معاكي بفكرة القضايا التي لها علاقة بابتزاز خلينا نتكلم عن السيدات الأول بعض الناس بتبتز سيدات إلكترونيا عايزين نعرف منك أواجه إزاي الابتزاز ده لو أنا سيدة بتعرض لده يعني أنا من الموضوع اللي أنا بحبها جداً وحب أتكلم فإذا ما قلتها حضرتك يمكن قبل الفصل بس أنا في نقطة معينة للأسف اللي بتقتلها أو بتقتل الجريمة أو بتخلي المبتز منتشر إحنا لازم نتكلم في نقطة دي إيه اللي مخلي المبتز قلبه جامد قوي؟ إن إحنا الكنست بتاعنا العادي الخوف من الفضيحة إنما لو إحنا تعلمنا أفضح الفضيحة أنا ابني أو أنا كستة لما أتعرض لابتزاز أنا مجني عليّ دلوقتي فأنا دلوقتي ضحية مهما كان حتى لو أنا غلط حتى لو أنت كستة غلطتي ومسلاً اديت صور لحد حصل شات بينك وبين حد ما ينفعش إن هو كان يحصل هو أساء استخدام الشات ده بعد كده أنا أقدر أعمل إيه لو تعرضت لده؟ أول نقطة لازم نفكر فيها ودي نقطة نفسية أنا ضحية ده جاني ده مجرم ولازم يتحاسد بس سواء حصل لابني أو لبنتي أو لراجل اللي ابتزاز بحصل ملحوظة عشان أنا أحب أكون عامة شوية وعامة الابتزاز جريمة قد تسيب أي حد في المجتمع تسيب شخصية مشهورة تصيب سواء راجل أو ست سواء طفل أو طفلة مراهق أو مراهقة إحنا للأسف يمكن صعوبته لما بنيجي نتكلم عنه عن صعوبته لما بتتعرض لها مراهق أو مراهقة لأنهم بيكونوا أضعف أو هشين نفسيا في مواجهة مجرم زي ده لأن لو أنا في المجتمع ابتريت أفعل أن أنا أصلت الضوء أن أنا ضحية لأن تعرضت للأزية وأن المجرم ده هو اللي هيتعاقب مش أنا إحنا ابتدينا نعاقب الضحية النقطة دي بقى مهمة جدا جدا لأنه اللي بيزيد من ضعف الشخص اللي بيتم ابتزازه المحيط اللي بي المحيط اللي حوالي طبعا الأب أو الأم أو حتى الأصدقاء بيبصولوا بسط أنه هو أخطأ وبيلوموه وأنه هو أزنب إزاي غير النظرة المجتمعية دي أن أنا لأ أنت وقعت في ضحية شخص مبتز وشخص يعني عايز يؤذيك نفسيا واجتماعيا وغيره اسمح لي أسمحني أنا عايز أقول لكلمة مهمة جدا قد يكون الصور دي حقيقية مثلا أو الشد حقيق أو مفبرك إذا إحنا وقعنا في منطقة الشك إزاي حاسب حد على حاجة طاقة في منطقة الشك مفبركة إحنا مهما كان إحنا ده مفبرك ده شيء مفبرك مش حقيقي أي حد ممكن يجيب صورة أي حد ويعملها بشكل غير لائق أي حد ممكن يقول كلام ويفبرك شات بينه وبين حد بمنطقة البساطة إزاي أحاسب شخص ربنا مش بيحاسبنا كده كمان يعني إحنا حاجة تحتمل الشك واليقين أقتل ابني عشانها أو ابني موت نفسه عشانها أو ابني أنهار نفسيا وحياته تتضمر عشانها في المجتمع لا المجتمع اللي محتاجي غير نظرته أنا ابني صحي في كل الأحوال وبنت صحي في كل الأحوال وإنت اللي مجرم وإنت اللي لازم تتعاقب وأتمنى كل أم تسمعني لو سمحتي أنا وموافقة إبعتيلي على الصفحة بتاعتي مجانا أنا هقولك تعملي إيه أي بنت بتسمعنا دلوقتي لو سمحتي ما تعيشيش في كارب ولا في أزمة ابعتيلي وأنا هبسط لك الموضوع جدا وهعرفك إزاي إيه اللي تتصرفي فيه إزاي وتعملي إيه مجانا بدون ولا جنيه والله مش عايزة منك إيه حاجة كل عزانك ما تخفيش وما تردخيش لطلبات أي حد بيرتزك وخليك هادية تواصل معي وأنا هقولك الخطوات اللي تعملها بس لش أن تخلي حقك شكرا